أهلا بحضراتكم من جديد هنروح للكرة الطائرة رجال الدوري شغال ولكن يعني فيه قرار اتخذ من اتحاد الكرة الطائرة قرار انه يعمل حاجة اسمها دور النخبة انت بعد ما تساعدت بالمجموعتك كأول المجموعة لك لأ يعني انا معرفش يعني كان الهدف من هذا القرار ايه او تعديل نظام المسابقة انا ما فهمتوش ولكن تمام تمام خدنا التمن فرق اللي هما طلعوا الاربع من المجموعة دول والاربع من المجموعة دول طبعا الاهل كان متصدر مجموعته والناحية التانية على ما اتذكر سموحة كان متصدر المجموعة طيب الزمالكة ليه سموح انا قاسب الزمالكة ليه سموح المهم فدخل القرار انه يلعبوا التمانية حاجة اسمها دور النخبة كل فرقة تلعب الاخرى ده دور من دور واحد يعني ثمان فرق كل فرقة تلعب صفحة مباريات الاهل اللعب تلعب تلعب مباريات منهم لسه له اربعة المباريات دي هدفها ايه هو ترتيب الفرق من واحد الى تمانية من واحد الى تمانية عشان مع كده نبتدي الادوار الاقصائية النادي الاهلي لعب تلعب تلعب مباريات لعب الطيران تلاتة صفر فاز الاتحاد سكنديري تلاتة صفر فوز سموحة فوز ايضا تلاتة صفر النادي الاهلي طول الموسم الحقيقة ما افتكرش انه خسر شهود بسم الله ما شاء الله يعني فاحنا عندنا اربع مباريات فضلين هنلاعب بقى الفرق اللي فضلة زي مثلا الزمالك زي طلاق الجيش عندنا سموحة هنلاعب الفرق الباقية بترجيت تمام وبعد كده هنترتب من واحد الى تمانية عشان الاول يلعب التامن والتاني يلعب السابع والتالت يلعب السادس ورابع يلعب الخامن بيستوف سري يعني اقل يكسب يكسب مباريتين يطلع يلعب على الدور اللي بعد كده هيبقى قبل النهائي وبعد كده بيستوف فايف بيستوف فايف الميزة في الدورة ده ان اللي هيكسب الدورة هيكون كسبانه بجدارة لان انت ممكن تتعثر في اي لحظة ممكن لو انت موفق قوي في فترة تيجي في فترة تالية ما تتوفقش بس اللي انا ملاحظوا ما شاء الله يعني كابت المحمد بصالح ميدو عندهم هدف عندهم تارجيت عايزين يوصلوا لأيه تارجيت عايزين ياخدوا البطولتين السنة دي خاصات البطولة افريقيا ان شاء الله في شعر خمسة على ما اتذكر في مدغشكر الاتحاد الافريقي خلاص قرر معادها ومكانها تحالة اعتذار مدغشكر دايما الاخ الكبير هو اللي موجود وهي مصر على طول هيلجأوا ليها هي اللي اتنظم البطولة ده كان قرار الاتحاد الافريقي ان هو مصر اصبحت قبلة زي ما نقولتلكم قبل كده وبقول وبقول وهعيد مصر في الرياضة اصبحت قبلة الرياضين في العالم كله كله مش بس في افريقيا او في مصر كل دولة دلوقتي بتقولك والله احنا يعني عايزين نضمن نجاح بطولة نجيبها في مصر ودي خطوة اولى لان احنا عندنا هدف انا شايفه الهدف ان احنا ليه لا ما نبقاش عندنا اولمبيات في مصر ليه لا مصر ما تستضيفش الاولمبيات مصر دلوقتي عندها بنية تحتها الرضية طاليق انها تستضيف اولمبيات الكبار اولمبيات اللي بتتعامل كل اربع سنين ليه لا عندنا باريس جاية بقى كده روس انجلوس عندنا مدينة مصر الدولية اللي بتتعامل في العاصمة الادارية حاجة على اعلى مستوى معايير اولمبية نستطيع ان احنا نستضيف الـ 25 او الـ 26 لعب اولمبيات هنا في مصر ليه لا وعلى فكرة ساعتها هيبقى لنا الحق ان اختار 3 لعبات يخش اتصور الكاراتيه يبقى منهم اتصور انا يعني لو انا بحلم لو ربنا كرم واستضفنا البطولة دي عندنا اولمبيات عندنا الكاراتيه حاجز مكانه والسكواش حاجز مكانه على فكرة يا جماعة يعني انا بحلم معاك وكده ليه لا يعني احنا قريد الحمد لله بناخد 5-6-7 مديليات بمشاركة الكاراتيه كمان ومشاركة السكواش تيجي بص لقى نفسك عندك 4 مديليات دهب كمان في ألعاب ليه لا فان شاء الله يعني انا شايف كده فنرجع للخبرنا الكرة الطائرة رجال ماشين كويس احنا اقول الدورة الحمد لله مرتاح مهم جدا ناخد الاول عشان سكتنا تبقى سهلة ان شاء الله ونقابل التاني في فاينال الادوار الاقصائية اللي هياخد الدورة السنة دي هيبه هو الأقدر وتصور ان شاء الله بإذنك يا رب يا ربنا هيباد عننا الإصابات هيباد عننا العين هيباد عننا كورونا هيباد عننا كل شيء ان شاء الله هذا الفريق بإذن اللي هيكون بطل الدوري والكأس لأنهم يستحقوا ذلك المباريات اللي فاتت التلاتة اللي لعبوهم تلعبوا على مجمع الدكتور حسن مصطفى اللي جاي هيتلاقب فين وامتى لسه ما تحددش هينزل لا اتحدد اناسف اتحدد هيبقى على صارة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيل في الرابعة والخمسة برج العرب وبعد كده هيئة قناة السويس الخمسة والستة السبعة والسبعة في هيئة قناة السويس ده هيكون باختصار النظام الدوري اللي جاي يعني الدنيا خلاص قرب الجد اتصور شهر شهر ونص ودور الكرة الطائرة هينتهي ان شاء الله اشتركوا في القناة